نادي الزمالك إيه بقى الحكاية في نادي الزمالك يعني إيه يخسر مطشين وراء بعض يعني جميل الزمالك وجميل الزمالك نفسها حاسة إنه نادي الزمالك بيخسر عن استحقاك يعني ما فيش مثلا تقول سوق توفيق ما تقولش مثلا إنه كان فيه أخطاء تحكمية لا فيه خسرتين كانوا مستحقتين سواء قدام أمبي أو طلع الجيش إيه المشكلة من وجهة نظرك أنا شايف المشكلة من فترة مش من مطش أمبي أو من مطش الجيش مش الفسارة دي يعني الفكرة دي لأ آيوة طبعا أنت كنت محتاج تدعيم بشكل كبير بس برضو اللعبة دي هي اللي خدت دوري واللي هي اللي نفست وهي اللي جابت البطولة وهي اللي آخر عشر مطشات السنة فاتت هي كذبانها كذبانها تقريبا تمانية من عشر مطشات فدي برضو دي مشكلة دي مشكلة إن انت برضو القوام ده هو اللي كسب ففين المشكلة في الموضوع انت عندك المفروض التدعيمات طبعا وشوية لعبة لازم تيجي في مراكز معينة بس برضو زي ايه مش بالأداء ده ايه الأماكن انت شايف فيها نقص في نادي الزمالك يعني أنا شايف طبعا حتة البقرة حتة المساك عايز اتنين ما ينفعش تلعب في تاتة أربع بطولات بثلاث مساكين بس مقدر الله عندك واحد يتصاب هتلعب باثنين لو واحد اخد كارت أحمر ولا حاجة شكرة هتجيب مساكين من انتلعك لو بتلعب في أفريقيا هتبقى هتبقى مش كبيرة جدا يعني صحية اه محتاج اه على اقل راس حربة يكون تارجة عجون اه اه اعتقد ان هو ابوكا يمشي مع نازل زمالك شايف ابوكا اه يعني أنا بشوفهم لعب كواس جدا ويه ابوكا ماجم امبي اه اه ما شاء الله يعني اه اه بشوف عايز لعب رقم عشرة عايز هاف برضو مع مع سواء بقى بالشاري قاعد او موجود لازم محتاج هاف برضو بحيس ان هو حتى لو مستوام اه بنشاري اه لو بنشاري مش تشاري مين فانت محتاج انا بقى اشوف رمضان صبح بصراحة او محمد ابراهيم اشوف اللي اتنين اميز اتنين في الجوزء ده في مواصل يعني اه محتاج ديفندر جنب طرق حامد برضو لو طرق موجود وامام عشور موجودين فمحتاج برضو رقم ستة طيب